اشتركوا في القناة في البداية ستظهر لكم خريطة الدرس كما عودناكم على يسار المشاهد الكريم ليسهل عليه ربط عناصر الدرس والموقع الحالي للدرس في البداية أحببنا أن نطرح سؤال والسؤال يقول هل هناك بيت شعر تردده كثيرا أو يتبادر إلى ذهنك باستمرار كثير منها طبعا يردد أبيات شعر يعني يتذكرها وهناك أسباب طبعا لتذكرها أو ترسخ في ذهنه وطبعا لو أخذنا مثلا مثال على ذلك نأخذ مثلا قولة المتنبي ما كل ما يتمنى المرء يدركه وتدري الرياحه بما لا تشتهي السفن وطبعا هذا البيت أحياني يرسخ في الذاكرة كثير من الناس ترسخ في بالهم أو في أذهانهم أو يرسخ في بالهم وأذهانهم أبيات شعرية محددة ويكون سبب طبعا في ذلك في رأيي أنه يكون إما تغني بهذا الشعر أو تذكر أو أن يحملهم أحمل الحكمة ما إلى ذلك طبعا ومن الأسباب أيضا في ذلك أن الشعر هو فن يعتمد على الصورة والموسيقى طبعا إذا قلنا الموسيقى هنا في الناقض أو في الشعر نحن نتكلم عن جرس الكلمات وأصواتها لا نتكلم عن طبعا الموسيقى بمعناها الاصطلاحي طبعا ذلك كله طبعا يوحي بإحساسات أو بحاسيس وخواطر وأشياء لا يمكن تركيزها في أفكار واضحة في النثر طبعا الشعر عند الأمم له أنواع مختلفة وسنرى بإذن الله سبحانه وتعالى فيما يأتي هذه الأنواع وما لدى العرب منها مبين أسباب كثارهم من نوع واحد منها ننتقل معكم كما تشاهدون على خريطة الدرس إلى أهداف الدرس وأهداف درس بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون كما عودناكم أن نبدأها بكلمة أن نتذكر والسبب في ذلك أننا في طور مراجعة الآن ولسنا في طور طرح درس جديد نتذكر معا بإذن الله سبحانه وتعالى أنواع الشعر والقدرة على تمييزها وكذلك نتذكر مقاييس نقد الشعر وكيفية تطبيق ذلك نبدأ معكم كما تشاهدون في خريطة الدرس بالشعر وأنواعه أو أنواع الشعر ونقول طبعا أن هناك أنواع كثيرة للشعر ولكن أشهرها هو الشعر طبعا التعليمي وأيضا هناك الشعر الذي يسمى بشعر القصصي أو الملحمي وأيضا هناك نوع ثالث من نوع الشعر هو الشعر المسرحي وأيضا النوع الشائع وهو الشعر الغنائي أو الوجداني وطبعا قلنا غنائي بالتعريف الاستلاحي لا بالتعريف اللغوي أي أنه يتغنى به وليس للغناء أو تخصيص الغناء في ذلك الشعر التعليمي طبعا في البداية هو طبعا الشعر الذي تضمن عرض علم من العلوم ويخلو طبعا من عنصري العاطفة والخيال ويسمى عند العرب بالنظم كمنظومة من مالك ومنظومة فلان في الحديث ومنظومة فلان في الفقه وغير ذلك من منظومات في علم من العلومة ذلك طبعا لتسهيل أو كما نسميها تجاوزا فهرست هذا العلم حتى يسهل على المعلم أو يسهل أيضا على الطالب الربط أو ربط المواضيع هذا العلم وتذكرها لأن الشعر طبعا ديوان العرب وهو الذي يستطيع غالبا العرب به وغيره حتى من الأمم أن يتذكروه أكثر من غيره لما فيه من وزن وقافية وغير ذلك أما بالنسبة للشعر القصصي أو الملحمي طبعا هو الشعر الذي نظمت به الملاحم الأسطورية الطويلة وقد عرفت عند عدد من الشعوب أو عرف عند عدد من الشعوب الشعر الملحمي طبعا عند اليونان ملحمتان شهرتان هما الإلياذة والأوديسة طبعا كما تعرفون وهي منسوبة للشعر اليوناني هوميروس أو هيوميروس والحق أنها لعدد كبير من الشعراء أن هوميروس هو الذي كان يجمع تلك الأشعار ويدور بها حل الميادين وكان ينشدها فاشتهرت بأنها لهوميروس طبعا يأتي أيضا الشعر المسرحي والشعر المسرحي طبعا هو الشعر الذي يستعمل في الحوار المسرحي بدلا من النثر وكان الشعر المسرحي محور المسرحية القديمة لدى اليونان والرومان ثم ظهر في الآداب الأوروبية في القرن التاسع عشر وما بعده وله حقيقة محاكاة أيضا في أشعار العرب المتقدم في العصر الحديث طبعا وفي بعض العصور التي تسبقها الشعر الأخير طبعا أو النوع الأخير من الشعر هو الشعر الغنائي وكما اصطلحنا على تسميته بالشعر الغنائي وهو الشعر الوجداني وهو الشعر الذي يعبر به الشعر عن واطفه الذاتية هو أحاسيسه ووجدانه وقد سمي بذلك لأنه كان يغنى طبعا يغنى يعني أو يتغنى به أيضا وليس أيضا فقط أنه يغنى وهو الاتجاه السائد في الشعر العربي كله فهو بمنزلة النهر الكبير والأنواع الأخرى منه لا تمثل إلا جدولا أو جداولا صغيرة تسبوا في هذا النهر طبعا ننتقل معكم أيضا كما تشاهدون على خرطة الدرس ما زلنا في الشعر وأنواعه ونأخذ أمثلة على كل شعر حتى نستطيع أن نتصور ذلك النوع من أنواع الشعر طبعا الشعر التعليمي قلنا لكم مثلا منظومة مالك في علوم الناحو والصرف وغيرها من اللغة العربية يقول فيه مثلا مثال على ذلك والاسم منه مورب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنى والمعنوي في متى وفي هنا طبعا هذه مثال عليها والقصيدة طويلة جدا أو المنظومة كما اصطلحوا على تسميتها أما بالنسبة للمثال على الشعر القصصي طبعا والملحمي هو طبعا مثل قول أحمد محرم في الإلياذة الإسلامية طبعا نسمىها بالإلياذة الإسلامية محاكاة لإلياذة هو ميروس أو ما أصطلح على أنه ميروس قالها وطبعا هي ليست محاكاة في الحقيقة بل هي أفضل من ذلك لأنها في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون محاكاة في المبنى ولكن مش معنى شتان شتان بينهما وهي في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومطلعها إملأ الأرض يا محمد نورا وغمر الناس حكمة والدهورا طبعا قصيدة طويلة جدا تقارب على ما أتذكرناها سبعة ألاف بيت أو كثر من ذلك وكلها في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عمل لا شك عظيم مثل الله عز وجل يجزي قائله خير الجزاء أيضا من الأمثلة على الشعر المسرحي مثل مسرحية مصرح كليو باترة مثلا لأحمد شوقي أنا أخذت هذا المثال مثلا وهي على شكل حوار بين الشخصيات كلهم ينطقوا شعرا مثل قول أخيل أو أخيل إلى أنطونيو طبعا هو أولى شخصيات طبعا كانت موجودة في هذه المسرحية وقال مثلا كان يقول أخيل إلى أنطونيو مولايا إن البحر يخفي سره ويكتم وما نواه في غد مثل غد مستبهم طبعا هو يعني يصور أن هذه الشخصيات قالت هذا الكلام أو لا هذا أخيل وأنطونيو طبعا شخصيات كمان يعني نستشف من أسمائهم أنها شخصيات طبعا عجمية وليست عربية ولا تستطيع أن تنطق بمثل هذا الشعر الذي ينطق به أحمد شوقي ولكنه وضعه على هذه الشخصيات كنوع من الفنون الأدبية يبقى معنا طبعا النوع الرابع وهو النوع الشائع طبعا وهو الشعر الغنائي وهو السواد والأعظم في الشعر كما تشاهدون بينها باللون الأحمر وهو ما تعرف عليه الناس من قصائد وعمثيته كثيرة كقصائد المعلقات وإشعار جرير والفرزدق والمتنبي وغيرهم من القصائد الحالية وغيرها ومثل ذلك ما نقول عن ترى في معلقته هل غادر الشعراء المتردمي هل حرفت الدارة؟ بعد توهمي يا دارمية بالجواء تكلمي وعمي صباحا دارة عبلة وأسلمي قصيدة طويلة هل سألت الخيلة يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي إلى آخر قصيدة طويلة وجميلة وفيها من المعاني وفيها من الفخر وفيها من الغزل أيضا والأشياء الكثيرة طبعا الشعر وجداني كاسمه أو غنائي كاسمه نتغنى به دائما هذه الأبيات ننتقل الآن معكم كما تشاهدون على خرطة الدرس إلى محور جديد من محاول هذا الدرس وهو مقاييس نقد الشعر ما هي مقاييس نقد الشعر؟ طبعا هناك رسم بياني موجود لديكم في الكتاب وهو يسهل عليكم الرابط بين هذه المقاييس ومعانيها لكثرة طبعا المقاييس فلو شاهدتم طبعا الآن على الشاشة أن هناك أربع مقاييس أساسية وهي المعنى والعاطفة ومقاييس نقد الأسلوب المعنى والعاطفة والخيال والأسلوب هذه المقاييس الأربع الأساسية وهي درجة تحت كل واحد منهما أو منهم أنواع مثل مقاييس نقد المعنى في الصحة والخطأ والجده والابتكار والعمق والسطحية والعاطفة فيها الصدق والكذب أو القوة والضعف والخيال فيه الصحة والخيال والصورة البسيطة والمركبة أما الأسلوب في الدرجة تحته عدة معاني متفرع منها عدة مقاييس أيضا ما زلنا معكم ونبدأ في مقاييس نقد المعنى ونقول أن نقد المعنى فيه الصحة والخطأ وأيضا فيه مقياس الجده والابتكار وكذلك مقياس العمق أو السطحية نبدأ بالصحة والخطأ طبعا إذا نظرنا إلى بعض الأبيات مثلا حتى نضع مثال على ذلك قول الشاعر طبعا وهذه طبعا القصيدة وهذا البيت طبعا للشاعر أبي تمام ويقول فيه كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء خرم بينها البدر في قصيدة حقيقة من أجمل قصائد التي مرت على الشاعر العربي كله بقصيدة كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر وليس العين فليس العين لم يفض ماءها عذر القصيدة طويلة جدا وجميلة سمر على بعض أبياتها في هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى نقف على بيت فيه قد يكون وجد بعض النقاد أنه يحوي خطأا بسيطا يعني كأن بني نبهان طبعا بعد وفاته المرثي في هذه القصيدة وهو محمد بن حميد الطوسي فكان يرسيه وقال كأن بني نبهان لأنه من تلك القبيلة يوم وفاته نجوم سماء خرم بينها البدر فسأله أحد أصحابه فقال أردت ذم حالهم أو يعني مدح حالهم قال بل ذم حالهم وضعفه فقال إن النجوم أكثر ما تكون لمعانا عندما يخر من بينها البدر أو يختفي البدر فكأن هذا المعنى أصبح فيه خطأا في المعنى ولكن في مبنىه هو بيت جميل كما تشاهدون وكما سمعتمين طبعا المقياس الآخر هو مقياس طبعا الجدة والابتكار وهذا المقياس مثلا أخذ عليه مثال حين يقول مثلا أبي تمام أيضا في قصيدته ليس الحجاو طبعا أبو تمام هو من الشعراء الذين يعني حتى كثير من النقاد جعلوا أو وقعوا في خيره بين من يكون يعني أشعر الناس هل هو المتنبي هل هو أبو تمام هل هو البحتري وكثير من الشعراء خاصة في زمنهم ذاك قال ليس الحجاب بمقس عنك لأمل إن السماء ترجى حين تحتجب وحقيقة أن هذا معنى مبتكر تشبيه جميل يعني استنباط عندما احتجب الخليفة عنه في هذه العبيات عندما قال لها ليس الحجاب بمقس عنك لأملا يعني كأنه يخاطب الخليفة أو الشخص الممدوح الذي يريد منه أما عطيه أو يريد منه رضا وما ندري طبعا ماذا كان يقصد بذلك أبو تمام قال ليس الحجاب بمقس عنك لأملا كان محتجبا عنه ابتعد عنه إن السماء ترجى حين تحتجب وتترجى السماء ترجى يرجى منها المطر حين تحتجب بالسحاب وهذا معنى حقيقة هو معنى بديع كما تشاهدون أيضا هناك العمق أو السطحية وهذا البيت أيضا العميق جدا وهذا البيت طرعا زهير بن أبي سلمة قال فيه وإن الحق مطعه ثلاث يمين أو نفار أو جلاء كأنه يقول الحكم وكيف يحكم بين الناس إن الحق مطعه له ثلاث طرق إما أن يحلف باليمين أو نفار ويقصد بالنفار هنا المحاكمة أو جلاء أي حجة واضحة داحظة وهذا البيت كان جميل وحتى قال عمر من الخطاب فيه لو لحكت عليه لو وليته القضاء ننتقل معكم إلى مقياس آخر من مقاييس نقد الشعر وما زلنا في مقاييس نقد الشعر وهو مقياس نقد العاطفة وطبعا العاطفة فيها طبعا يتفرع تحتها الصدق والكذب في العاطفة هو أيضا يأتي القوة والضعف من ناحية الصدق والكذب هذه القصيدة طبعا وهذه الأبيات الجميلة التي قالها أبو الحسن التهامي عندما توفي ولده رحمة الله عليهما فقال يا كوكما ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار وهلال أيام مظالم يستدر بدرا ولم يمهن لوقت سراري أبكيه ثم أقول معتدرا له أفقت حين تركت الأمداري جاورت أعدائي وجاور ربه شتانا بين جواره وجواري والحقيقة أن الأبيات هذه في عاطفتها كما تشاهدون لا تحتمل الكذب فكيف يكذب أب يرثي ولده أما المقياس الثاني من مقاييس نقط العاطفة طبعا اللي هو القوة والضاعف غدا مثلا القصيدة أيضا هذه والتي هي من قصيدة رثاء أبي تمام لمحمد بن حميد الطوسي كما ذكرنا لكم منها بيتا في الشريحة السابقة قال غدا غدوة أو غدا غدوة والحمد نسج ردائه فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر مضى طاهر الأثواب لم تبقى روضة غدا تثوى إلا اشتهد أنها قبر انظر إلى قوة العاطفة الموجودة هنا عندما كان يرسي هذا الفقيد وهو حققة من القادة المهمين الذين كانوا فيه يعني الذي مروا على العصر الإسلامي وقتل طبعا صابرا محتسبا في معركة دهمه فيها طبعا قصة طويلة دهموا فيها الخوارج وقتلوه غيلة فلم ينصرف طبعا ولم يهرب فثبت حتى قتل فكانت طبعا العاطفة قوية جدا لأن هذا ممن يفقد في ذلك الزمن ما زلنا معكم في مقاييس نقد الشعر ونقف على مقياس أيضا آخر أو مقاييس أخرى في نقد الخيال ونقول أن مقياس نقد الخيال يعني يتفرع إلى صحة الخيال وأيضا الصورة البسيطة وكذلك الصورة المركبة إذا أخذنا مثال مثلا على صحة الخيال حتى يكون مثال أقرب للمقال نقول مثلا قول الشاعر بشار بن بردوة جدت رقاب الوصلي أو رقاب الوصلي أسياف وهجرها وقدت لرجلي البينين عليني من خدي الحقيقة أن هذا البيت رغم جماله وجمال صوته وجمال تراكيبه إلا أنه عابه النقاد لأنه فيه نوع من المبالغة التي رأوها أو ارتأوها لأنه جعل للوصلي رقابا وتجز بأسياف الهجر وجعل للبين اللي هو الفراق رجلين ويلبسوا نعلين ويمشي ويذهب ويأخذها من خدي يعني عابوا على ذلك رغم أن بعض الناس يعني يرى أن هذا البيت بيت جميل ويردده كثيرا وقلنا لكم سابقا أن النقد يفترق عن البلاغة والفرقات بينه وبين البلاغة أنه إذا كان البلاغة معايير مرساة لا يحيد عنها فإن النقد يبقى هو روح أكثر من كونه يعني جسد وهو يعني يعتمد على الذائقه كثيرا ولذلك تختلف من شخص إلى آخر ويمكن أن يصف شخص هذا البيت بأنه بيت جميل ولكن قد يجمع نقاد على أنه هناك عيب في هذا البيت أن ننتقل إلى الصورة البسيطة هو طبعا الصورة البسيطة في الشعر كقول الشعر طبعا وها هي الأنجم منامت بين أحضان السحابي وشذى النشوان وأغفى حالما بين الروابي طبعا هذا البيت لمحمد هاشم رشيد طبعا كان يتكلم فيه عن صورة بسيطة ليس فيها تعقيد من التراكيب والخيال طبعا يتكلم عن تراكيب المعاني وليست التراكيب الخيالية يقول ها هي الأنجم منامت شبه الأنجم بالشخص الذي ينام وشبه الشذى بالشخص الذي يغفو ليس هناك تعقيد وطبعا إذا قلنا صورة البسيطة لا يتصور المستمع الكريم أو الطالب الكريم أن هذه الصورة البسيطة أنها ذم لمعنى هذا المقياس بل قد يحتاج الشاعر أو يحتاج الأدب العربي بشكل عام إلى الصور البسيطة وخاصة إذا كان الوصف فيه وصف مثلا طبيعة فيه وصف طفل فيه مشهد مبهج يعني يبتعد الشاعر فيه عن التكلف والصور المركبة الصور المركبة تناسب الأبيات أو الأشعار التي فيها أو المواقف التي يكون فيها شدة أو يكون فيها محاولة للإبداع فهذه طبعا صورة البسيطة قد نحتاجها في بعض طروق الشاعر والصورة المركبة طبعا مثل قول الشاعر وهي لأبي تمام هذه القصيدة جزء من قصيدة لأبي تمام اللي هي بدايتها السيف وأستقل إنباء من الكتب في حد لحد من الجدي واللعبي وتعرفون القصيدة وهي مشهورة قال فيها من ضمن الصور المركبة التي كانت في هذه القصيدة قال غادرت فيها بهيم الليلي وهو ضحى يشله وسطها صبح من اللهب حتى كأن جلابيب الدجا رغبت عن لونها أو كأن الشمس لم تغيبي انظر إلى الليل والنهار والشمس والظلمة ضوء من النار والظلماء عاكفة وظلمة في دخان في ضحى شحبي يعني كأن ضحى ولكن في شحوب من هذا الدخان كأنه ليل ونهار والشمس طالعة من ذا وقد أفلت يعني كأن الشمس طلعت من هذه النيران التي موجودة في تلك المعركة وقد أفلت أي قد غابت في الأصل والشمس واجبة من ذا ولم تجبي واجبا لي ساقط طبعا من ذا يعني من هذا المغرب الشمس ولم تجبي من هذا الدخان أي لم تسقط أو من هذه النيران التي مشتعلة فتلاحظون صور مركبة في ليل نهار بهيم وشدة وكان ينتقل الشاعر بينها بسلاسة وحرفة طبعا لا يوجدها إلا مثل طبعا هؤلاء الشعراء الكبار كحسان وعفوا كأبي تمام وغيره ويضا حسان من الشعراء أيضا الأكابر والمتنبي وغيرهم من الشعراء تجد هذه الصور مركبة عندهم كان يقول المتنبي في بعض أبياته أنام قرر العي عن شواردها أنام من الأجفوني عن شواردها ويسهر القوم جراها ويختصموا طبعا هذا تصوير لأن أبياته كانت تحتمل من تعقيدها وصورها المركبة كثيرا من المعاني ويسهر القوم جراها ويختصموا ننتقل معكم إلى مقياس آخر وهو المقياس الأخير مقاييس نقض الشعر وهو مقياس أو مقاييس نقض الأسلوب وهي طبعا تتفرع إلى عدة مقاييس والمقاييس يتفرع منها أيضا عدة تشعبات مثل نقض المفردات وقلنا فيه سلامة الكلمة ودقة استعمال الكلمة وإحاء الكلمة وأيضا نقض التراكيب نقول أن فيه الأسلوب الجزل والأسلوب السهل ونقض الموسيقى طبعا قلنا الموسيقى طبعا نتكلم بها عن جرس أو صوت لعبيات ولا نتكلم عن الموسيقى بمعناها الاصطلاحي نقول الوزن الشعري طبعا وأيضا القافية وأيضا الموسيقى الداخلية نأخذ واحدة واحدة من هذه ونقف عليها سلامة الكلمة طبعا من الخطأ واستعمالها في مكانها الصحيح وهذا نقض المفردات وأيضا قد تستعمال الكلمة قد توحي الكلمة لك أو قد تكون الكلمة في مكان لا يناسبها طبعا والأمثلة ستطول تحت هذا لو وضعنا أمثلة على ذلك سيداهمنا وقت الدرس أيضا إحاء الكلمة ستجدونها معنى في بعض النقد القادم في نماذج التطبيقية للنقد ستجدون كيف أن بعض الكلمات مناسبة في مكانها لأن فيها إحاء آخر غير الإحاء الذي يريد منها الشاعر وضعها فيه وخدمت ذلك المعنى النقد التراكيب طبعا الأسلوب الجزل والأسلوب السهل الأسلوب الجزل طبعا ماذا يقصد به دائما نسمع أن هذه القصيدة جزلة أو جزلة باللغة العربية ويقصد من ذلك أنها تكون سهلة ثم ممتنعة كيف ذلك تكون سهلة من ناحية نطقها وسهلة من ناحية يرى المتذوق لها أن هذا البيت يمكن سهل الوصول إليه ولكنه سهل ممتنع لا يستطيع أن أحد أن يقدم مثل ذلك البيت لأن هذا أو يصعب ولا نقول لا يستطيع يصعب عليها أن يقدم مثل هذه الأبيات وهذا هو الأسلوب الجزل يبقى نقد الموسيقى طبعا أو نقد الصوت الشعري قلنا أن فيه الوزن الشعري طبعا للبيت طبعا هناك أوزان شعرية كثيرة بحور الشعر كثيرة منها كما تعرفون منها أبيات طبعا تناسب مقامها مقال القصيدة أبيات القصيرة تناسب السرعة الطويلة تناسب الحزن كثير من ذلك طبعا ستشاهدون في دروس التطبيقية أما القافية تعرفون أيضا القوافي الشديدة المتوقفة الساكنة تناسب المشاهد القوية والقوافي المفتوحة التي فيها مد مثل السواني السواهي يعني يا زمان الوصل في الأندلس هذه مفتوحة ممتدة تستطيع بها أن تعبر عن أغراض دون أغراض الموسيقى الداخلية طبعا لها أمثلة كثيرة أن يكون داخل البيت نفسها الواحد يكون هناك أصوات متشابهة فتجعل لها موسيقى طبعا داخلية كما يسمونها واصطلح على سميةها موسيقى كقول طبعا الخنساء وهي ترثي أخيها صخرا أو ترثي أخاها صخرا وتقول هباط أودية حمال ألوية للجهة طبعا كانت طبعا تقسيمات البيت في قوافي داخلية في داخل هذا البيت جعلت من البيت له موسيقى داخلية خاصة تعطي جمال آخر لهذا البيت بعد أن انتهينا من مقاييس نقد الشعر نقف معكم على ملخص سريع للدرس حتى نربط عناصر الدرس الذي أخذناه ونقول أن ملخص الدرس أخذنا معكم في بداية هذا الدرس الشعر وأنواع أو أنواع الشعر وأيضا أخذنا معكم مقاييس نقد الشعر الشعر وأنواع طبعا قلنا لكم أن عدة أنواع للشعر منها التعليمي ومنها القصصي ومنها المسرحي وأيضا الوجداني أو الغنائي كما أصطلح على تسميته ومقاييس نقد الشعر كانت مقاييس طبعا كثيرة أخذناها وفندناها واحدا واحدا ومنها مقاييس نقد المعنى وأيضا العاطفة وأيضا الخيال وانتهينا بمقاييس نقد الأسلوب وأخذنا بعض التعليقات عليها ننتقل معكم إلى التدريبات والحقيقة أن التدريبات متنوعة وأكثر من درس طبعا نحن الآن في صدد مراجعة أكثر من درس فنأخذ من هنا ومن هنا بعض الأسئلة البسيطة ويبقى للطالب الكريم مهمة العبل أكبر حقيقة على المراجعة لأن ذلك طبعا أو الطالب هو محور العملية التعليمية الحقيقي ومن المعلم إلا كما ذكرنا لكم سابقا ميسر ومساهل للطالب أو موجه للطالب في هذه العملية التعليمية يقول شاع في تراثنا نظم العلوم على هيئة منظومات شعرية ما سبب ذلك وما اسم هذا النوع من الشعر طبعا سببه تسهيل على المتلقي أو المتعلم حتى يستطيع أن يفهرس ذلك العلم ويسفل عليه استرجاع جزئياته ويسمى طبعا هذا النوع بالشعر طبعا أو بالمنظومة ما المقصود بالشعر الملحمي وماذا لم ينتشر عند هذا النوع عند العرب طبعا هو مأخوذ من الرومان كما في هوميروس وغيره طبعا يبقى عدة سئله يعود إليها الطالب وننتقل إلى تدريبات أخرى في صفحة أخرى أيضا ما زلنا معكم التدريبات وفي صفحة أخرى من صفحات التدريبات ونقول لماذا يعد النقاد العاطفة نقطة البدء في العمل الأدبي طبعا العاطفة هي المحرك للشعر أو للأدب بشكل عام ينبع من ذلك لذلك تسمي الشعر لو تأملت في اسم الشعر هو شعر لأنه مشاعر شعر بها أو عاطفة تحركت فأصبحت عندهم مشاعر فنطق ذلك الشعر فهذه طبعا لا يقوم هذا العمل إلا بهذا الوقود نأخذ مثلا سؤال رابا يقول طلب الحجاج من أحد الشعراء يرسي ابنه فقال له إني لا أجد لابنك أو قال في رواية رحم الله الأمير إني لا أجد لابنك مثل ما أجد لابنما الدلالة النقدية لهذا القول طبعا هي واضحة في أن هذه في مقياس العاطفة هذه صدق العاطفة وكذبها وأيضا قوتها وضعفها هذا له دور في أو دلالة نقدية على هذا القول ما زلنا معكم في تدريبات وننتقل إلى صفحة أخرى من صفحات التدريبات نقول فيها مثلا طبعا هناك سئلة كثيرة ننتقي منها فقط ويبقى على الطال وكما ذكرنا لكم المهمة الأكبر حيث أنه محور العملية التعليمية يقول مثلا في السؤال ثالث أذكر رأيك في استعمال الشاعر كلمة الدماء في قوله الذي يصف فيه روضا من الرياضة المزيرة كأن شقائق النعمان فيه ثياب قد روين من الدماء طبعا شقائق النعمان لونه أحمر طبعا وشبهها بأنها ثياب قد روين من الدماء الحقيقة استعمال كلمة الدماء في هذا الوصف الذي هو وصف جميل لا يناسب يعني هناك بون شاسع بين الدماء التي فيها الألم والشدة والموت أحيانا نسأل الله حسن الختام وبين الوصف الجميل وجمال هذا المكان نرى أن دقة استعمال الكلمة لم تكن في مكانها الصحيح وهذا طبعا من طيس نقد الأسلوب وهو نقد الكلمات وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية مراجعة اليوم والتي كانت بعنوان نقد الشعر نسأل الله عز وجل أنكم قد وفقنا في نقل هذه الصورة أو نقل هذه المراجعة بشكل واضح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين